في 9 أبريل سنة 2014 خدمة الطوارئ والإنقاذ 911 انقاطعت تماماً في الولايات المتحدة لأكتر من 6 ساعات في خلال الفترة دي أكتر من 6600 مكالمة لطلب الاستغاثة ما وصلتش في اليوم ده وبعد عمل التحريات اللازمة لمعرفة سبب المشكلة لقيت التقارير إن المشكلة كانت نتيجة لوجود باجز في السوفتوير خطأ بسيط في الكود كان هو السبب في المشكلة دي السوفتويرز حالياً دخلة في أي مجال ممكن تتخيله طبي، عسكري، بنكي ولإن اللي قام بتطوير السوفتويرز مجموعة مطورين على اختلاف مستوى خبراتهم فنسبة حدوث خطأ شيء وارد جداً بس الخطأ ده بينتج عنه خسائر سواء كانت فلوس سمعة الشركة في السوق أو زي ما شفنا أرواح أشخاص وبالتالي لازم يكون عندنا طريقة نضمن بيها إننا طلعنا السوفتوير بأقل نسبة خطأ ممكنة والطريقة اللي هتساعدنا نوصل لده هي السوفتوير تيستينج أنا اسمي أماني شوشة الهدو في سوفتوير تيستينج ديبارتمت في الفيديو ده هنتكلم عن مجال السوفتوير تيستينج وأد إيه المجال ده مهم؟ إيه هي النهارات اللي لازم تكون عندك عشان تقدر تبدأ في المجال؟ وإيه هي الشهادات اللي تقدر تحصل عليها في المجال ده؟ وأخيراً أهم المصادر اللي تقدر تساعدك إن انت تكمل في مجال السوفتوير تيستينج طب ايه هو الـ Software Testing؟ الـ Software Testing هو العملية اللي بتتأكد فيها ان الـ Software اللي قدامك شغال صح وبدون اي اخطاء وكامل زي ما العميل عايزه بالزبط وعشان تقدر توصل لده بتبتدي تدور على اي غلطات موجودة في الـ Software واي requirements طلبها العميل وتنفزت بشكل غلط او ما تنفزتش اصلا بحيث تتم معالجة المشاكل دي قبل ما توصل للـ End User فيه مصطلح تاني مرتبط بالـ Software Testing وكتير بيتم الخلط ما بينهم وهو الـ Quality Assurance او الـ QA هو مجموعة الانشطة اللي بتتعمل علشان يتم التأكد من جودة الـ Process اللي بيتم انشاءها الـ Process دي هدفها ان كل الـ Teams اللي ليها علاقة بالـ Software يتبعوها ويمشوا عليها عشان نخرج بالـ Software مطابق لمعايير الجودة المطلوبة الفرق ما بين الـ Software Testing والـ Quality Assurance انه في الوقت اللي بيركز فيه الـ Software Testing على ايجاد الـ Errors او الـ Bugs الـ QA بيكون تركيزه على الوقاية بمعنى انه بيتخذ كل التدابير اللازمة قبل ما نبدأ شغل في اي حاجة عشان ما نقعش في مشاكل ممكن تحصل وتكلفنا وقت ومجهود وبالتالي كوست عالية وهنا دورك الـ QA Engineer أو Quality Assurance Engineer رقم واحد تعرف الـ Process اللي ليها علاقة بانتاج الـ Software والـ Process دي بيكون متوضح فيها الآتي الطريقة اللي بيشتغل بيها Team Development وتيم التستنج وطريقة التواصل بينهم وايه هي إجراءات المراجعة اللي بتتم بشكل دوري عشان نضمن حاجتين أولاً إننا ماشيين على الـ Process صح بكل مراحل تنفيذها وثانياً وده الأهم إن كل الـ Teams شغالة بشكل منظم وده بيمنع الإخباطة والعشوائية وبالتالي بيطلع علينا Software بأعلى جودة ممكنة وأقل باجز رقم اثنين تقييم الـ Process وتدريب الـ Teams في الشركة إنها تشتغل طبقاً للـ Process أو المعايير المتفق عليها فمهم جداً ليه كـ QA Engineer إنك تكون عارف أنواع الـ Processes المشهورة والمتفق عليها عالمياً في الشركات المنتي ناشنال واللي من أشهرها الـ CMMI والـ ISO في مراحل التستنج بيقابلك أنواع مختلفة من الباجز والإن صعب اكتشافها بنوع واحد من التستنج ابتدى يكون عندنا فيه أنواع مختلفة من التستنج من أشهر الأنواع دي الـ Functional والNon-Functional Testing في الـ Functional Testing بتعمل فحص للوظائف اللي يقدر السوفتوير ده إنه يعملها والمرجع بتاعنا هنا بتكون الـ Requirements اللي بناخدها من العمير فبنتأكد هل السوفتوير ده قادر يعمل كل الـ Functions اللي اتحددت في Requirements ولا لا الموضوع يبان بسيط مش كده للأسف لا خلينا نتفرق سريعاً على الفيديو ده الأول ونشوف ليه مش بالسهولة دي The square That's right It goes in the square hole Yes Okay And how about this rectangle That one Also this square It goes in there too Yeah Up next We've got this thin rectangle The thin rectangle Can you guess where that goes? The thin rectangle That's right It goes in the square hole And up next A cylinder Hmm The circle I think that goes in The circle The square hole Now we've also got this semicircle right here Do you see a slot that would fit the The semicircle Semicircle The semicircle That's right It's the square hole Okay Up next The triangle We know what hole that goes in The triangle The triangle The triangle That's right The square hole If we can't If we can't Requirements To the case The case That's right That's right That's right So if we can't Get up In the square hole If we can't If we can't Take it Do you have any Requirements To the square hole شغالة كويس جداً وده عن طريق الـ Functional Testing بقدر أطبق الـ Non-Functional Testing وهنا بستهدف فحص ومراقبة أداء الـ Software وهو بينفذ الـ Functions دي عشان أحدد هو بينفذها إزاي مثال على ده لو كان مطلوب وجود زرار لما نضغط عليه بيحصل لوجن وبينقلني لصفحة تانية بعد ما تأكدنا عن طريق الـ Functional Testing إن بالضغط على الزرار ده قدر تعمل لوجن ونقلني لصفحة تانية في الـ Non-Functional Testing بيتدي يوضح ليا إن الانتقال للصفحة التانية خد حوالي ثانيتين وده معناه إن أداء السيستم هنا بطيء أمثلة على الـ Non-Functional Testing هي الـ Performance Testing Security Testing Usability طب لو أنت تحمست المجال الـ Software Testing وحابب تبدأ فيه هتبدأ منين؟ أول حاجة يفضل إن يكون عندك Educational Background ليها علاقة بالـ Computer Science طب هل أنا لازم أبقى خريج هندسة أو حاسبات ومعلومات؟ لا المجال يتسع لإن الناس تتعلم وتدخل تدرس حتى لو هي مش Engineering Background بس يفضل طبعا لإن هم بيبقوا وغدين أساسيات المجال اللي تقدر بيها تشتغل على سوفتوير وإنت فاهم كل مكون في السوفتوير ده شغال إزاي عشان بعدها تبدأ تدرس الـ Software Testing لإن هو كل اللي جزء فيه بيريفير للسوفتوير فأنا لو مش عارف يعني إيه سوفتوير أنا أكيد هيبقى عندي مشكلة فأنا لازم أدرس الفندامنتلز دي اللي هي Software Engineering Software Development Life Cycle لإن فيهم جزء مهم جدا عن التاستنج بعد كده تبدأ تتعلم المانيوال تاستنج وفيه 3 كورس موجودة على منصة مهارة تاك بالعربي تقدر من خلالها تحطك على أول الطريق في بداية مجال السوفتوير تاستنج أول كورس اسمه الـ Software Testing Fundamental تاني كورس اسمه الـ ISTQB وده اللي بيأهلك إن انت تجد سيرتيفايت فأول سيرتيفكة مطلوبة في مجال السوفتوير تاستنج وهي الـ ISTQB فيه كورس How to Write Test Case and Bug Report بعد كده بنشجع دايما الناس اللي بتبتدي في مجال السوفتوير تاستنج إنها تتقن الـ Standard Knowledge الموجودة عند أي حد بيشتغل في المجال ومن أهم الـ Standards المفروض تكون على معرفة بيها وخصوصا لو هتشتغل QA Engineer هي الـ CMMI والـ ISO بعد ما تكون خلصت المانيوال تقدر تتعمق وتروح للجزء الخاص بالـ Automation وفيه بلاتفورم مشهور جدا اسمه Test Automation University ده عليه كل ما هو ليه علاقة بمجال الـ Automation في مجال السوفتوير تاستنج بكل تفاصيله طب إيه هي الشهادات اللي السوفتوير تاستر أو الـ QA Engineer يقدروا ياخدوها؟ شهادة الـ ISTQB اللي هي الـ International Software Testing Qualification Board الموديولز اللي في الشهادة دي متقسمها كالآتي الكور ودي الموديولز الخاصة بفهم السوفتوير تاستنج بشكل عام الأجايل ودي الموديولز الخاصة بالـ Test Practices لو هتشتغل في مشاريع أجايل الـ Specialist ودي الموديولز الأكثر تخصصا لأي تاستر حابب يتخصص فيه جزئيات معينة زي الـ Performance, Mobile Testing, Test Automation وغيرها والشهادات دي لها ثلاث مستويات Foundation, Advanced and Expert لو عايز تتخصص في الـ Quality Assurance فتقدر عن طريق الـ QAI وهو الـ Quality Assurance Institute تاخد أول سرتيفكت في المجال وهي Certified Associate in Software Quality وتكمل باقي مستوياتها ده بالنسبة للجزء التكنيكل اللي المفروض تغطيه لو حابب تبدأ المجال لكنه الوحده مش كفاية الشغل في الشركات ومع تيمز مختلفة خصوصا في مجال زي الـ Software Testing بيتطلب وجود بعض الـ Soft Skills المهمة واللي من أهمها الـ Communication Skills الـ Software Tester بيشتغل في تيمز والتيم ده بيطلع issues بتخص الـ Developers فلازم يعرف يتواصل معهم بشكل حيادي من غير ما الموضوع يقلب شخصي طبيعة مهنتنا أو شغلتنا في مجال الـ Software Testing عامةً أو في مجال الـ Software Engineering بتتطلب مزيدا من الصبر وتحمل الضغوط لأننا بنشتغل في مشاريع ساعات بتكون حرجة ونيها Deadline وتسليمات كتير مفيش مشكلة بتبقى واضحة في الـ Software لكن هي دايماً مستخبية في التفاصيل فأكيد مهم في الـ Software Tester القدرة على التركيز في التفاصيل والقدرة على تحليله للمواقف اللي بتحصل فيها فعينه بتلقت المشاكل اللي في الـ Software وهو Under Test وبيبقى عندنا تصور لحلها وأخيراً أهم مهارة ليك كـ Software Tester إنك تكون شخص ما بيبطلش يتعلم وعنده شغف ناحية الـ Self Learning لأن المجال بيكبر وبيتطرق لـ Different Types of Applications فلازم يكون عندك التكنيكال سكيلز اللي لو تحطيت مع أي أبليكيشن حتى لو بالنسبة لك جديدة تقدر تفهم تفاصيلها وتتعلم بسرعة التكنيكال باكجراوند الوراء بعد معرفنا أهم المهارات اللي المفروض تكون عندك كـ Software Tester وأهم الشهادات اللي ممكن تحصل عليها خلينا نتعرف على الـ Test Team ودور كل فرد في الـ Team دقيق في أدوار مشتركة لازم يجتمع عليها كل أفراد الـ Testing Team زي فهمهم لطبيعة البزنس اللي بيشتغلوا عليه قراءة وفهم الـ Requirement Document Quays خلينا دلوقتي نتكلم على دور الـ Junior Tester أو الـ Junior Tester Quality Control Engineer وده يعتبر الـ Entry Level واللي فيه خبرة الـ Junior Tester بتتراوح ما بين 0 حتى سنتين أهم الأدوار اللي بيقوم بيها الـ Junior Tester هي مراجعة الـ Requirements وإنه بيطلع الأخطاء والمعلومات اللي مش واضحة ومتنقضة وبيطلع بيها Report لحد ما تتصلح بعدها بيبدأ يكتب الـ Test Cases ويعمل Test Execution ويشوف الـ Bugs ويطلعها للـ Development Team وبعد ما يكتسب الخبرة اللازمة بيبقى Senior Test Engineer أو Senior Test Quality Control Engineer واللي بيكون فيها مسؤول عن مراجعة الـ Test Cases اللي الـ Junior صممها وبيشارك في كتابة الـ Test Plan اللي بيحدد فيها الـ Test Activities للـ Team بتاعه وبيساعد فيها كمان الـ Junior Tester يحلل النتائج اللي طلعت من الـ Test Report ويطلع منها الـ Test Matrix وممكن يكتب الـ Test Scripts اللي يستخدمها في الأوتوميش بعد ما بقيت Senior Test Engineer واشتغلت سنة أو اثنين في المانيول تاستنج وعديت على كل الـ Applications تقدر تدخل في مرحلة التخصص في نوع معين من الـ Testing زي Performance Testing, Security Testing, Mobile Testing, Test Automation, Usability Testing, Embedded Testing, API Testing and DevOps Testing بعدها من سنتين لثلاث سنين على حسب كل شركة أو حسب البزنس اللي شغالة في الشركة تقدر تنتقل ليه التست lead أو التست manager وده اللي بيكون حلقة الوصل ما بين مدير المشاريع وباقي أفراد التيم هو اللي بيحدد الـ Scope بتاع التستنج بيقدر يتابع أفراد التيم وصيرهم على حسب التست بلان ويقدر يقيمهم ده كده أهم أفراد التست تيمز وأهم الأدوار اللي بيقوموا بيها طبعاً المسمى الوظيفي وأحياناً المهام اللي بيقوم بيها الأشخاص بتختلف على حسب متطلبات كل وظيفة وطبيعة كل شركة وطبيعة كل مشروع ونقدر نلاقي فرص وظيفية كويسة في كل شركات الـ Software Development لأنه ما بقاش فيه شركة بتنتج سوفتوير إلا ولازم يكون فيها تستنج دينا بالنسبة لشغل الفريلانس في مواقع متخصصة لشغل التستنج زي Backfinders وزي YouTest مهم جداً ليك إنك تكون متابع كل جديد في مجال الـ Software ودي بعض المصادر اللي تقدر تساعدك عشان توصل لكل الأخبار وكل ما هو جديد عن الـ Software Testing موقع زي Software Testing Help هتلاقي عليه المست updated articles عن اللي بيحصل في مجال الـ Software Testing YouTest أدبر موقع Freelancing Network تقدر تجوين وتقدر تشتغل عليها وتقدر تبدأ تمارس المانيول تستنج Goro 99 Tools QA Ministry of Testing Test Bites فيها كل الجوروز الناس اللي ليها خبرة عظيمة في مجال الـ Software Testing ودايماً بتحط كل الأخبار الجديدة بحط كل الـ Tips و Tricks بتحط لنا كل الـ Practices اللي موجودة في مجال الـ Software Testing كل 3 سنين فيه إيفنت بيحصل اسمه تستسون وده فيسبوك بتعمله في كل بلند واتكرر في مصر مرتين الإيفنت ده لطيف جداً بيشترك فيه حوالي أكتر من 50 تستر الـ Top 50 Testers الموجودين في مصر تقدر تشترك وتقدر من خلاله بيدونا مساحة إن إحنا نقدر نتست كل نيو فيتشرز في الفيسبوك قبل ما تنزل للماركت اليوم بيبقى مميز فيه Practices كتير مسابقات وجوائز وبنطلع كمان منه بخبرة عظيمة جداً كأننا بنتست كل الـ Live Facebook Features قبل ما تنزل للماركت